كنت يخدام في دروب شيبين كنت يخدام في الإي كوم لوكال كنت يخدام في شي مجال اللي كتدخل فيه الفلوس عبر الأنترنت وكتقوم بمعاملات استقبال أو إرسال الأموال أونلاين يعني عبر الأنترنت من المنزل ديالك أو من العمل ديالك فتابعة الفيديو فهو مخصص لك أخي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولاً كنت أعتقدر عن هذه الغيبة طويلة بسبب واحد الوعكة الصحية فنا وإياكم الله هذا الفيديو ديال اليوم درته حيث تصلوني بزيب ديال الرسائل من الأصدقاء اللي تنصب عليهم ومشاوليهم فلسهم واللي درني بزيب خاطري هو أنه كين اللي تقاتل باش يجمع ديك خمسمائة ولا ألف درهم باش يقدر أصوي ديال بيزنس يبدل فيه حياته لكن للأسف كيتلقهم عن الصباح شفارة ما عندهم شدامير كيتجو لهم فلسهم يخليهم لا كريم دا بركزوا معي شوية إن شاء الله اليوم عمركم ما غطي حق في نفس البلان وعمر شي نصاب ما غير يدرها بكم إذا أخي أختي إلا كان عندك سيارش بنك أو أي حساب بنكي آخر فغدي نوريك أولاً كيفاش هاد النصاب كينفدل العملية دياله ومن ثم غن أعطيكم الحل باش تتفادوا هاد النصاب فمثلاً انت خدهم في تجارة الإلكترونية كتبيع السلعة ديالك كتبان هاد السلعة لشين الصاب مثلاً منتوج حطه انت بمية درهم كيتصل بك وكيتلب منك ترسل ليه خمسة ديال المنتوجات تيتب بتكم زيان باللي بغا يعود فيهم البيع وباللي غايدير فيك التقا ويرسل ليك فلوسك انت اللون وانت تصف طليل السلعة انت كتمشي توجد السلعة هو كيتلب منك رقم الحصاب البنكي ورقم الهاتف الخاص بك بمباشرة بعد إرسال هاد المعلومات كيمشي يدخل للتطبيق الخاص بسياش مثلاً كيدخل الرقم وكيدخل الرمز السري خمسة ديال المرات متتالية وبالتالي كيتبلوك لك الحساب في 24 ساعة يعني ما يمكن لكش تقدر تدخل لهذا الحساب ديالك وكيمشي يرسل ليك رسالة وهمية كتوصلك بنفس الاسم ديال البنك الخاص بك وفيها بليد توصلتي بالمبلغ اكس من الشخص اكس انت كتقول صافي وصلتني الفلوس كتمشي ترسل السلعة وكين البعض اللي كيبغي يتسقن كيدخل تطبيق كيلقاه مبلوكي كيقول واقع المشكل من عندهم وبالتالي كيرسل السلعة ومن بعد مدة كتلقى راسك تنصب عليك بطريقة احترافية وهذا النصبة الاخوان كتكون نجحة مية في المية في حالة كنتي كتبيع مثلاً ديجيطال بروتاكت ولا حسابة فيسبوك او خدمة عبر الانترنت لانهو مجرد توصلي بالمعلومات الخاصة بهذه المنتجات كي بدلهم الكود او الموضبس ديالهم كيدير دياله وهذا شي رايشو شخصياً مع شي اصدقاء دابال اخوان بغينا الحل اول واحسن حل خوتي هو العمل والسادجة عمرهم كيتلقاو اي معاملة بغيتي تقوم بها تكون فيس تو فيس يعني مباشرة من ادي ليدك ثانياً الى دعاتكم الضروف واضطرتي تستقبل الفلوس عن بعد بعد من البنوك وقل ليه يرسل ليك في مونيجرام او بعض وسائل الدفع او الاستيلام اللحظية يعني سير بلاس ثالثاً نقوله ما بغيتيش تضيع ديك الكوميسيون او داك المبغليك تخلص على فلوسك باس يترسله غتتواصل مع المشتري او البائع وغاديتصفط له رقم الحساب ديالك ولكن ما تصفتش له الرقم الهاتفي اللي مسجلبيه في البنك ديالك صفت له رقم اخر وبالتالي هو الى بيقوم ديك العملية نتعت انه صفت لك بانك تصلتي بالمبلغ ديالك في هادك الرقم ديالك غا تعرف بانه نصاب مئة في مئة وهذا الشي اللي قلنا كامل باش تستهلك بلا ما تهلك ختاماً اخواني الى اجبكم الفيديو ما تنساوش تدعمونا والديرو جيم وتشاركو الفيديو مع الاصدقاء ولكن هذه هي اول زيارة لكم للقناة ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم جديد الفيديوهات اول باول والله المستعد